شاهدين تساعة صباحا مع موجز أهم الأنباء مع لمية حمدين تفضل يا رمي شكرا لك يا جمانا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغات مصار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء يتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتنغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربع مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائقة لأهالي سيناء وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي ثمن الرئيس السيسي الشاركة الممتدة مع شركة إيني معرب أن أعلن تطلع لمواصلة التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة من جانبه استعراض ديسكالزي تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة مشيرا إلى أن أيني وشركائها يعتزمون القيامة باستثمارات جديدة في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني وليام روتو وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيسين تباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنصيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية اختتمت جلسات المحور السياسي بالأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع ونقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توفق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يوما من الأيام المشارئ إليها أعلن الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي عن ترشيحه رستم عمروف رئيس صندوق أملك الدولة الأوكرانية ليشغل منصب وزير الدفاع خلفا للوزير السابق أليكسي ريزنكوف وقال زلنيسكي أن وزارة الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع متوقعا أن يدعم البرلمان هذا الترشيح وتأتي إقالة وزير الدفاع بعدما هزت سلسلة فضائح فساد وزارة الدفاع الأوكرانية خلال الأونة الأخيرة أعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت منطقة أوتيسا في جنوب أوكرانيا في هجمات طالت على وجه الخصوص محيث مدينة إسماعيل على نهر الدنوب وأفاد الحكم المحلي لمنطقة أوتيسا بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيرة وأوضح المسؤول الأوكراني أن الضربات الروسية أدت لتضرر مستودعات ومباني إنتاج وأليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات في محيط مدينة إسماعيل جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا تظهر الآلاف في النيجر لليوم الثالث على التوالي مطالبين براحل القوات الفرنسية والتي وصفوها بالاحتلال وانضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين قرب قاعدة عسكرية ناجرية حيث يتمركز جنود فرنسيين وشهر الماضي أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء الاتفاقات العسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر فاز منتخب مصر الكرة الطائرة على نظيره البروندي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا في القاهرة وأنهاء المنتخب الوطني الأشواط الثالثة لصالح ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة برفقة منتخبي بروندي والجزائر وهي المجموعة الوحيدة التي تضم ثلاث منتخبات فقط ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في دور المجموعة ضد منتخب الجزائر مشاهدين انتهى مجزء التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل